مجلس النواب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه الله أتقدم باسمي وباسمكم جميعا وأرفع إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه خالص التعازي وعظيم المواساة إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس الوزراء حفظه الله وإلى أبناء وأحفاد فقيد الوطن العزيز وإلى عموم الأسرة المالكة الكريمة وشعب مملكة البحرين الوفي بوفاة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه الله لقد فقدت مملكة البحرين والمنطقة والعالم العربي والإسلامي بوفاته قائدا حكيما ورجل دولة عظيم كرس حياته في خدمة الملك المفدة والوطن والمواطنين عبر مسيرة مباركة زاخرة بالعطاء والإنجاز سيدونها تاريخ مملكة البحرين في سجلاته المضيئة وستبقى تضحياته المخلصة وعطاءه وجهوده المثمرة خالدة في وجدان الشعب البحريني والذاكرة الوطنية شاهدة على جهود سموه في نهضة الوطن وتقدمه وتطوره كما ونشيد بالأمر الصادر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيسا لمجلس الوزراء في خطوة حكيمة تضع مسيرة الوطن التنموية على سكة العمل المتواصل والمتسارع نحو آفاق أرحب من الإنجاز خلال الجلسة العادية السابعة من دور الإعقاد الثالث للفصل التشريعي الخامس أعرب مجلس النواب عن بالق الأسى والحزن بوفاة فقيد الوطن الراحل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه الله الذي كرس حياته في خدمة الملك والوطن والمواطنين وأفناها في خدمة دينه ووطنه البحرين فقدت أب كان دائما يحتضنها كان دائما متواجد كان أب بمعنى الكلمة نحن لما كنا نروح له في مجلسه أو كنا نلتقي معه سواء بشكل رسمي أو حتى كزيارات كنا نحس أنه دائما هو عنده حب وحنان ورقبة في خدمة الناس كان دائما يحثنا أن نحن نعطي هذا الوطن دائما يحثنا أن هذا الوطن نحن لازم نكون جنود فيه نخدم جلالة الملك والقيادة أن نحن نقدم أفضل ما عندنا في الواقع يصعب على الإنسان أن يتذكر مناقب الفقيد فهو رمز لهذا البلد فهو أمير الإنسانية نستذكر يعني علاقتنا معه كمجلس النواب كنواب لما نكون في يعني مجلسه كان دائما حريص على سماع هموم وشكاوى وملاحظات النواب كان دائما يسأل عن المواطنين في دوائرهم ومعاناتهم واحتياجاتهم وأكد مجلس النواب خلال الجلسة التي انعقدت عن بعد بأن الأمير الراحل كان قريبا من شعبه ودائما ما كان يستمع لهمومهم كما أشار المجلس إلى أن مجلسه كان مفتوحا وعامرا لكل المواطنين دون استثناء سمو الأمير الراحل كانت له عدة مواقف مواقف جدا إيجابية لا تنسى معانا نحن كنواب وخصوصا معي أنا كنائب شخصيا أول ما التقيت معاه كان يسألني عن الصعوبات اللي نواجهها كنواب في العمل النيابي فكنت أشرح إليه فكان يقول لي يا ولدي إذا عندك أي مشكلة تعالي أبواب مفتوحة كان يتذكر معاي الدير وسماهيج وزيارته اللي كانت قبل حق المنطقة وشلون طيبته مع أهاليه كان يرفع توصيات وتوجيهات إلى الوزراء بزيارة المنطقة بالعمل على تنفيذ هذه التوصيات كانت له عدة مواقف راح نفتقدها ما تتكلم عن أي مشروع اللي هو موجود حاضر فيه ما تتكلم عن أي مشكلة اللي هو موجود فيها يعني فعلا إنسان يعني ما بيتعوض لكن بيتم خالد في قلوبنا في البحرين خليفة بن سلمان لم ينسى أبداً أبداً كان للصغار أو الكبار نعم يا كبر حزنشي البحرين فجلسة مجلس النواب اليوم كانت حاضرة لتؤكد بأن الأمير الراحل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه الله كانت كل زاوية بمملكة البحرين له بها ذكرى بعد عقود من العطاء وأن المسيرة التنموية مستمرة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر